مصطلحات تسمعها وتخاف من عندها اليوم راح أحاول أبسطها وبشكل سهل حتى تقدر تفهمها لتشين معنى S2 سبلت؟ يعني انفصال S2 انفصال S2 هو شنو S2؟ خلي نجي نعرفها بشكل بسيط S1 و S2 هذي أصوات القلب اللوب دوب نسمعها هواية في القلب لوب دوب هذي الصوت اللي نعرفها اللي هو لوب دوب لوب دوب زين هذي الأصوات هي شنو أصلا ما نشأها؟ بالقلب عندنا أربع صمامات التريكوسبت بولميناري أورتيك ومايترال هذولا كلهم يسيطرون على أصوات القلب لما ينغلقون كأنه تصفع باب لما تغلق باب راح تسمع صفحة أو سلاب هذي الصفحة هي تنطيق صوت طيب نفس الشيء الآن هو هذا الصمام انغلق راح ينطينا صوت طبعا الصمامات التريكوسبت خلي كتبلكم إياها هذا تريكوسبت والمايترال تنطينا ال S1 فالS1 هو متكونن من أصوات التريكوسبت والمايترال أما ال S2 متكونن من انسداد أو من انغلاق الصمامة من الثانيين البقلب اللي هما الأورتيك وال ال pulmonary الآن شنو هذا ال S2 سبلت وش وقت يصير ال S2 سبلت يقصد لما هذا الصوت ال S2 يصير أكثر بالمدة يعني طول الصوت بدلا ما يكون درب يكون مثل درب يكون أكثر بالطول ليش يصير هذا الشي لما ينفصل الأورتيك عن ال pulmonary بكمية واسعة يعني شنو راح نشوف راح نشوف أنه الأورتي عن ال pulmonary صار بيناتهم مسافة مكان مثل الأول ينغلقون بشكل سريع الآن صار بنيتهم مسافة فهذا يسميه انفصالهم عن بعض فسميناها سبلتينج S2 سبلتينج زيان بعد ما تعرفنا بشكل مبسط على ال hard sounds وعرفنا أنه هي أصوات القلب الأسول وال S2 هي عبارة عن انسداد الصمامات وال S2 هو عبارة عن انسداد صمام الأورتيك وال pulmonary هسا ندخل في تفاصيل S2 سبلتينج قلنا هسا S2 ومتكون من الأورتيك وال pulmonary valve أنه ينسدون طيب هلآن اكتبتها عبطا لا الأورتيك ينسد قبل pulmonary valve ولذلك راح يكون بهذا الشكل هذا الصوت ال S2 راح يكون الأورتيك وبعدين pulmonary pulmonary فهذا الأورتيك وهذا pulmonary طيب لما تصير حالة S2 سبلتينج ش راح يصير عندنا راح نشوف تالي راح يصير أنه S2 طبعا هذي في حالة النورمال اللي راح أكتبها راح يصير عندنا ابتعاد الأورتيك عن البولميناري هذا الأورتيك وهذا البولميناري فنلاحظ ابتعادهم عن بعض فسمينا S2 سبلت بس أنا هنا كاتب نورمال النوع الأول نورمال S2 سبلت أي طبيعي ليش نورمال الأورتيك هذا الأورتيك بيضغط أعلى بهوائي من البولميناري فبشكل طبيعي أنه هذا الصمام راح ينسد أسرع من البولميناري لأنه البولميناري أرتيك من نفس الأورتيك هذا الضغط بأقل بهوائي من الأورتيك فبق الطبيعي هو دائما الأورت قبل البولميري لكن المسافة ازدادت واني كاتب نورمال ليش خلينا نفهم الفكرة الان لما الشخص ياخذ النفس في حالة الانسبايريشن ايش راح يصير في حالة الانسبايريشن راح يوسع الرئة يوسع الرئة ويعمل على تقليل الضغط داخل حجرة الصدر وبالتالي الدم راح يمتص من الابدومن ومن الرئس ورح ينزل على الصدر ليش باختلاف الضغط اذا منطقة البطن بيه ضغط عالي والصدر بيه ضغط اقل فطبعا الدم راح ينتجه من منطقة البطن الى منطقة الصدر فدم اكثر راح يرجع للقلب فدم اكثر راح يرجع للقلب طيب شنو المشكلة لما دم اكثر راح يرجع للقلب يعني الـ ventricle او الـ right ventricle البطين الايمن يعني دم اكثر راح يجيب به فبالتالي دم اكثر راح يمر بالـ pulmonary artery فبشكل طبيعي لانه دم اكثر دي موربي معناته راح ياخذ وقت اكثر حتى ينسد فبالتالي راح نشوف انه ابتعد عن الفترة الطبيعية الى او الفترة العادية الى لما اخذنا الـ inspiration زين لما نخرج الهواء الـ intratrothricic pressure يزداد فنشوف يرجع يقل فلو شفت انت هذا السبلت هذا السبلت ويت تنفس يزداد لما يسحب نفس لما يسحب الـ inspiration يزداد ولما يطرح نفس يقل فاذا هذا normal لانه شنو الاختلاف ايش رجوع الدم الى القلب بين حالة الشهيق وحالة الزفير زين هذا فهمناه طيب الان عدنا حالة اسمها هذا فكست سبلت شنو نقصد بالفكست سبلت هذا الـ S2 وهذا الأورتيك وهذا الـ pulmonary راح نلاحظ ايش طيب شنو معنى كلمة فكست اي ثابت هذا شوقت يصير عندنا هاي الحالة هذه الحالة تصير لما عندك فالشيء يسبب لك دائما انه الـ right ventricle بيدم اكثر دا يجي له وبالتالي دائما دم اكثر دا يمر عن الـ pulmonary وبالتالي دائما هذا الـ pulmonary دا يتأخر بغض النظر ان كنت تاخذ نفس او تطرح نفس يعني تاخذ inspiration و expiration ما يختلف ليش؟ لان اكو شيء ليسبب دائما رجوع الدم الى هذه المنطقة شنو هاي الحالات اللي ممكن تسببها؟ هذه الحالات تصير لما يصير عندك فتحة في القلب اللي نسميها هنانا VSD اللي هي ventricular septal defect أو ASD atrial septal defect يعني في منطقة الأذين يمكن تكون فتحة أو في منطقة البطين طيب شنو المشكلة راح يصير؟ اقول لك المشكلة انه لما يصير هذه الفتحة نعرف احنا الجزء الأيسر من القلب هو أقوب هواية من الجزء الأيمن وبالتالي الدم راح يتجه بهذا الشكل فبالتالي دائما دم اكثر راح يجي للجهة اليمنى او الـ ride ventricular وبالتالي دم اكثر راح يمر بالـ pulmonary وبالتالي دائما راح تلقى عندك سبلت فلو قلت المريض اخذ نفس يعني اخذ نفس ودولة طلع نفس دائما راح تشوف السبلت موجود اذا مختلفة اذا عندك فكست سبلت اذا ممكن عندك VSD أو ASD D أو ventricular سبلت زين طيب اذا راح يقول لي هذي هم فهمتها الفيكست شوكت راح يكون عندي ويد سبلت وشوكت راح يكون عندي بردوكسيال سبلت بردوكسيال معناه تناقضي اي تعاكسي او شي ينعكس يعني عكسي والوايد يعني معناته واسع طيب هذي شوكت تصير هذي الحالات الوايد سبلت والبارادوكسيال سبلت هذي تصير لما عندنا مشكلة اما بصمامات القلب او بكهرباء القلب حتى نعرف شنو دا قصده عندنا احنا كهرباء القلب عندنا كهرباء ذات هي بالقلب تجي من نشأها من الاس اي نود والاي في نود وبعدين البندلس أوف هس هذي توزع الكهرباء للجهة اليسرى يسموها لفت بندل وهذي الرايت بندل توزعنا على الرايت لو اصير لديك pulmonary estenosis تضيق في هذا pulmonary artery شون راح تصير لديك لو ضيقه 변 الالم راح ياخذ فترة طويلة حتى يجب يعبر فبالتالي راح تسمع الصوت راح يكون واسع ليش لأنه الأورتر راح ينغلق يعني نجي لكتبها الاس تو هذا بالنسبة للوايد الأورتر راح ينغلق والبلمين راح ياخذ مدة طويلة حتى ينغلق فهذا يسمو هذا يصبح عندك لما يصبح عندك مشكلة مثل تضيق في طيب بس هذه الحالة الواحدة ممكن تسوي لك وايد اس تو أقول لك أصبر بعد عندك مشكلة لما تصير مشكلة في كهرباء وبالتالي يضخ بكمية بطيئة فبالتالي مدة أطول حتى يمر الدم من البلمين الأرتري وبالتالي مدة أطول حتى ينسد الصمام فراح تسمع وايد سبلت مثل يا حالة مثل حالة الرايت باندل برانش لما تتدمر أو تنقطع أو تتأثر الرايت باندل فبالتالي الكهرباء راح تكون أططع في الجيهة اليمنى رايت باندل برانش بلوك طيب شو كتلعد تصير عندنا البارادوكسيال أو العكسي أولا من اسمه ما دم هو بارادوكسيال عكسي طبعا هنا نخل نكتب حتى تفهموه أورتك و هنانا بولميناري هذا العكسي يصير لما عندك هنانا البولميناري يجي هنا والأورتك يجي هنا يعني البولميناري راح يصير قبل الأورتك طيب شنو الحالة تأدي إلى أنه البولميناري يكون قبل الأورتك أقول لك شغلة بسيطة لو يصير عندك ستينوسيز أو تضيق في الأورتك في صمام الأورتك فبالطبع البولميناري الطبيعي في هذه الحالة راح ينسد بشكل طبيعي وما يأخذ مدة طويلة وبالتالي راح يجي يصير البولميناري نسمع صوت البولميناري لكن الأورتك تضيق راح يأخذ مدة طويلة حتى ينسد وبالتالي دم أكثر راح يمر به لأنه متضيق فراح يأخذ مدة أطول حتى ينسد واحد راح يقول له هو متضيق راح ينسد على السريع أقول لك القلب راح يضخ الدم الموجود ولو كان متضيق فراح يأخذ مدة أطول حتى يضخ هذا الدم خلال هذا المكان مضيق فبالتالي راح يجي ويصير البولميناري هنا والأورتك بعده فصار الحالة تناقضية لأننا نشوفه كل قبله كان الأورتك بعدين البولميناري هسا صار البولميناري بعدين الأورتك فهذه الحالة لما يصعدنا أورتك ستي نوسيز طيب بعد حالة ثانية لما تنقطع عندنا الليفت باندل طبعا لو انقطعت الليفت باندل الأورتك لكون هذا الليفت فنتريكل أو البطين الأيسر راح يكون ضعيف فبالتالي لما يضخ الدم راح يضخها بشكل بطيء فبالتالي طبعا راح ينسدد صمام بشكل متأخر فراح نشوف هذه الحالة لما يصعدنا شكرا لاستماعكم والقاكم في فيديو آخر يا الله سلام عليكم